من هو قائد الجيوش الإلكترونية الحكومية؟ تم اعتقال قائد الجيوش الإلكترونية والآن قابع في استجن قائد الفرقة راح 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 بدون ذكر اسماء الآن متهم أنا مرات أرأى في بعض المتهم أي رجل قائد قائد الجيوش الإلكترونية أخذها من عدي لكننا اليوم صفحاتنا لم أخذ راحتها يعني أبقى عسنا اليوم تعليقاتها نشرت عدي لقاءه يا أحمد تعليقات كالإيجابية مع ودينا تعليق تعليق سلبي حتى عدي المنية قالوا لا يوجد الوضع و أنا أعرف الوضع أعرف التوجيهات قائد الجيوش تم اعتقاله تم اعتقال قائد جيوش الإلكترونية والله زعمة و لهذا توقفت عملية الجيوش بعد ما أحجي بطارية طبعا هي عملية الجيوش الجيش الإلكتروني في حكومة السوداني مر مراحل مراحل اهتز بيها مرحلة عندما ضرب المكتب الإعلامي ربيع نادر و عندما نزل بيهم بيان قال نحن بريئين هذه الجيوش الإلكترونية التي جاءت جامل وتبالغ في قضية مدح رئيس وزراء هذه تجلب آثار سلبية علينا لأنه رئيس وزراء مصر أكثر من خط كالنكويا خط رسمي هو ربيع نادر خط ليس رسمي خطوط هذه التابعة لأخوانا و جماعته و فراتين و واحد من ربعة خط محمد جوحي و هذا الخط الذي تم اعتقاله مؤخرا خط رابحة آه بعد أن تتك معلومة اتفضل آخر تدوين رئيس وزراء في تويتر يوم اثنين تسعة يوم اثنين تسعة ايه الادمن وين الادمن راح الادمن راح و أنا بعض الوجوه أفتقد التعليقات يعلقون في تويتر راحوا و اختفوا